الوضوء شرط لصحة الصلاة وهو فرض على كل محدث أراد القيام لصلاة فرض أو نفل وللوضوء أركان وسنن ونواقب فأركان الوضوء ستة هي غسل الوجه غسل اليدين مع المرفقين مسح الرأس غسل الرجلين إلى الكعبين الترتيب بين أعضاء الوضوء الموالاة بين الأعضاء في غسلها بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله وللوضوء سنن كثيرة منها التسمية السواك غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه تخليل اللحية وأصابع اليدين والرجلين التيام وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في الوجه واليدين والرجلين ونواقض الوضوء هي الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو غيره خروج البول والغائط من غير مخرجهما مس الذكر بشهوة أكل لحم الإبل زوال العقل بالكلية كالجنون أو لمدة معينة كالنوم المستغرق والإغماء وما أشبه ذلك قال تعالى في ختام آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون